موسيقى اوه من الف مرحبات مرحبا بكم في أي وقت ولنا الشرف كبير انكم تتوجدون معان العلاقة مع رديع أول مرة كانت توجده وصلت موسيقى كانت لدي 22 عام وقريبا أن تصل 22 عام جاءتني فكرة أنني صافي ورأي ملينة كما كان قولهم ملت زوفري على حكا صافي صافي نتزوج يا ذيك أبقيت كندوار لما كان عيط كان عيط له واحد ساعد كان عندي امراد يالو واحد النهار قالت لي لزعار عنده وحال بنيتها صغيرة وبابك يلقبه بالزعار نسيب زميتك عيطوله كشك عيطله لزعار أنا كان عندي امراد ساعدك اتصلت به قلت له وفين ساعد مزيان ومعهوه في ذلك اللحظة هذه ما كان عيط له الدهب وكان عيط له الدهب يعني كان عنا واحد العلاقة لان كالصديق ديالي من شحال هذه ونحن نتلقى مع الدرال يدهلوا لعنا الدوار كان من الأصدقاء ديالي كان من أصحابهم عيشنا معهم الطفولة تسمى راحنا في شكال رام عارفين انه كان احترمهم كامل كان قد من واحد تعيي اتصلت به ومعهوه في ذلك اللحظة ومعهوه هنا في الواد ومعهوه 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 أخي ساعد عندك شخصتك هو يجده في شكال لمعهوه ومعهوه 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 صاحبه تزير ومعهوه ومعهوه لا يمكنك أن نتزوج ومعهوه 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 من المسان كانت في الصيف كانت في الصيف في الخدمة يصيفون أن تعلم معه كانت في الصيف كانت في الصيف كانت في الخلاوك الأيام في الصيف بقيت مريحة في حلقة احتاجة للدار وجد الغداء عارف سيد ما يجي تشوف المرأة هم ملهيين وانا ويهدبان كانت تنقشوا المسخوطة تساعد يقول لي تشوف المرأة والله أخرجت البن منع يقول لي يقول لي تشوف المرأة هاي يقول لي تشوف المرأة هاي يذهب إلى صلحة دابة لم يدخل وقال لي لقصني رجع انتو يعني احنا عنا هكا ولكن ليس كل شيء عندك ولكن العائلات عندهم هكا قال لي ارى خرج الباب لماذا لا تصل بها تساعة عليها انتلقوا انتقاوا الله هنا هناك سافي من لي هذا بقينا كنتغدى وجد الغداء ويأخذ دائما من هاي مفرصة ويأخذ دائما تغذينا بحالها كخدامين تغذي يقول لي ويأخذ بلاك أقول له صافي الله يجب تساعة صافي طرقنا المصمر على نويات امه صافي خلها مهمة هاي ذاك احتاجت انا وردت على الوليدين ديالي فاهمتين قال لي اودي راها فاشد امشي للدار قال الوليدين ديالك وهذا ورجي علي انا قبل ما نوصل عند الوليدين انطحت للواد في البراشن ما في الواد صوني ثعلي وقال له راها صافي لاعطى الله راني شتا صافي انا قبلت علي الله يجعل بارك انا اللي هنزوج وكيف كنت كيف كنت لحظة اخطبت كيف كنت لديك كما قال لك اول مرة جاء البر جاء ضيف مع أخي ما عارفين اساس كونه هو سوء الساعد قلت لش كونه هذا معاك هنا اخي صغيرك اخصين عارف ش كون ما عارفين طفولا كنا بقين صغارين قلت لش كونه هذا صاحبي حتى الروح بالروح كانوا ماشي ونوان خرجوا ونوانه هو صحبي بقيت انا في كانت صاخر قدمه مهيدا عادي كانت تلك الساعدة كانو مخضتك عندها اللبن حطتهم الزبدة اللبن بايد مسلوق وكانت صدر عن دلم الغداخر انا دور انا بقى ان اعرف ذلك انا بقى عقلة احتى الزبدة اللي حطتها لكهمة والبرداتي وانا سيا والاو صافي قلسوا بقاوكي وانا ندخل نخرج برا مقدرش ندخل مقدرش نخرج صافي خرجونا بقاوكي دورو وانحدهما فهمت والاو وشبر السيد خرج مشاف حالو يعني اساس ضيف جاه مع اخاي ضيفنا مشاف حالو قائزة مدة 15 يوم وانا مدة 20 يوم اهبت عند خاي الدرد يالو ساعد هذا خاي الكبير تحيالي له كبيرة انا كعندي عندي صدق وراخوتين اللي هما اوسد كما قال لك هادرا قالوا انا اخص كوني هادي اتضي صافي اهبت ساعد خاي كان الداخل قال ياختي يعملين غداع مثل الوغدا هيدا وابقين كانت هودو اهبت الانا للبير قلت في طرد البير وبقيت كان لعيب انا بقعة صغيرة مهم بنت 14 عام حت رجلي فوق البير وبقيت كان لعيب وجاهد احطي الدعلية يا ساعد خاي قال ياختي انا نحضر معك في واحد الموضوع اختين تينا بقعة صغيرة ومعن فتحك في واحد الموضوع وهذا يبقى لك محمد يقول له الدهب الذي يجري النهار وكيف يشعر يعود لي قصة ساعد خاي قال ينا كان موتو قلت له هذه الدكتة كامل ما قلت لي فرصي؟ قال ياختي قال ياختي انا احشمت مجبرت مانقول فقيت كنشاور راسي ونشوف زاعد خي قال لي تشوف خطيتين هنا معي ما عنك سيبة وعنا البقار وهذا قال لي وعد ووجعد استاقر ودرتح شوية وعيت هلافي قد شوفك صاحبه وعرفوا شنه ساوي قلت له متشاور مع راسي انا متعطلت في الردان ماشي بس تشوف انا متشفت اول مرة عمري قلت انا متشفت اول مرة هدفقة صغيرة قلت لي ماذا الملكة تكاط بيكون راجل ديالي وفي ذلك يجلت بقى ونضحك هنا ونضحك ونقول ماذا ان شاء الله بيكون راجل ديالي ونحن العقل صغير سبحان الله قيزة واحدة خمسطاشرين قلت لك فتحني خي في الموضع صافي ما تعطلش قلت لك علي فردان ماشيت الخمسة العشية قلت له صافي بقاش كنقلها بقاش رديتي علي قلها لي في الصباح انا ردت علي بها الخمسة العشية الم ground وارج انه ابت Code وارج قلت慕 city اشysz core صافي بقاتتي قلت له صافي اخي لكن انا ش roots اضحك مقاتله وانتهى الله فيه وانتهى الله فيه وانا ما انقصر شي هو ما انقصر شي الحمد لله وربي ما خيبني شي وكان اشحان قولكم اول نظرة صار احامل لول وكان شكره بززاف لحد الان وحد الانسان اللي هو رائع ونازه وخالق كان شكره من قلبه كان قوله الله خليك لي تجرسي كان افتخر به اقدم المالة وقدم العالم كامل احسن زوجه اطيب خلق الله ما انقصر شي لا معي ولا مع اولاده ما يجعليني شي نتخص حتى شي حاجة الحمد لله الانسان ما عنده اولاده صحة ديالي وتالف وليده صافي قزيت واحد للعشرين يوم جاءوا كاملين جاءوا عائلته كاملين وجاءوا صافي احنا يا كما كنت عارف الوليدة ديالي مرحب الله خليها لي فقط تدوجد وتجمع في الدار الطيب انتم ما عارفين انك ساعت ما كشي هادشي في حال هذا كاو كاو يجيب كاو كاو بابا ماشي يجري يجيب ماضلين من السوق يجري داغيو هذا الشي بلدي هذا الشي بلدي عادي لا يوجد شي بريستيج في حال تحاجة من هذا الشي تحاجة عن كاو 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 لديك عن النعون جاء العائلة صافي الله يجب تيسر الله يجب تيسر الله يكمل بالخير صافي قازت واحد المدد عشرين يوم عوتاني خمسة عشرين يوم عشرين يوم عشرين يوم طلعنا الشاون هنا ما عملنا الكاغت كنت صغيرة أنا وطلعنا الشاون تم عملنا صدق تم عملنا كاغت وقضينا المسائل والأمر دينا تم وهبطنا في حنة قلم بابا أنا بنتي كان أعطيها كان جوجيا على سنة الله ورسوله ما شي عمبي عول شي حاجة يما قتلوا ما نقصني درهم كذلك معابا بقتلوا درهم رفش ني درهم الله يجب تيسر أنا فغيت البنتي غدرتها يكون في الدويرة دينا بزيانة هذا هو أهم حاجة الحمد لله نحن عايشين في البادية نحن أولاد الجبل وعايشين في البادية وكان حرطهم قابل الفلحة دينا كان عنا كسيب دينا ديك شي علاش وكنا كما نقول نحن في الأول كنا خدام في قاناة واحدة أخرى ومن بعد طرينا نعملوا قاناة دينا ونكملوا في المسيرة دينا لأن هذه هي البلد دينا وهذه هي المحتوى دينا لأنه يجب عليك قابل الفلحة دينا لك لأنه ليس أنت ولد البادية ولد الجبل ودير واحد المحتوى دينا المدينة مثلا لا لأنه أنت عايش في واحد البيئة أخصك تدد عيشنا معك في ذلك البيئة هذه هي الفكرة عندي أربعة الدراري شكرا أنا أولادي والزوجة ولحظروا معي نسابي ولحظروا أخوتي المهمة التي تجعلها أنت مرحبا بي لا نقرأ لا نقرأ داري محلولة لأي مغربي محلولة لأي واحد جاء لدي مرحبا بي والذي يبن وقال ما نقرأ وقال ما نقرأ وقال ما نقرأ ونضحك مع رصنا والحمد لله نحن نأخذ مغربة كاملة نحن نأخذ نحن خلقنا في هذه البيئة هدية من خلقنا مع الوالدين جبرنا الكانون جبرنا الفرن كنا نعرف ماذا هو الفران لم نكن نعرف أي شيء بالزفد الحويج لم نكن نعرف مصراحة نحن كنا نعيش بعض العشبة وقال ما نقرأ مصراحة وقال ما نعرف بالزفد الحويج وقال ما نكتشف بالزفد الحويج من المصراحة من المصراحة ومن المصراحة مع الحكم نحن نحن في البادية ونحن نماتي نحن نعيش أيها نحن نعيش وكيف نربي ولدتنا كيف نربي ولدتنا كيف نربي حياتنا من الأول حتى الآخر وكما في الكاميرا في الواقع عندما تشفتوا الحمد لله كل شيء وكنشكركم بزاف والله نشكركم القلب وتحية المغربة دينا خارج الوطن وداخل الوطن متتبعينك نشكرهم بزاف للهم الفضل لله سبحانه وتعالى التشجيعهم يشجعوني لنجاح في الوطن البداوي عن جدارة ويعطيوني قوة واحد التشجيع لكي نشتهد أكثر هم اللي يعطيوني بزاف الافكار والنصائح تنزيد نشتهد منهم قبل قنات كنت كان حاجة للكانون كان طيبة للكانون شحل من مرة ولكن ما اللي عملنا القناة دينا اي حاجة وقيت نعمل على بران شركة مع المتتبعين دينا يعني كما قلتكم روتين بلادي حقيقي عن جدار بزاف ففلكم منطيرات رادية فكرتونا في أيام زمان اللي كنا عايشينها مع جدودنا وفتقدناها رجعتونا لأيام ديالة وكي يشكرونا بزاف كان نقول لكم شكرا بزاف بزاف حيث احنا بزاف دلناس هنا ما بقوش يعني اتطوروا ما بقوش بزاف دلناس يعني ما بقوش نقول لك الحقيقة ما بقوش يرضى بالعيش على الكانون ذاك الاجواء المزيوناد الفرنة انا عندي فران صافيخ انا عندي السخان لا انا بيدي مكلي نعمل السخان ولكن ما بقيت نعمل السخان بقيت عايش في الجو دينا نبقى محافظة على الروتين البداوي دينا ان شاء الله يربي احتى الموت وديما مع أخوتي المغاربة وكان شكرهم بزاف وديما معهم ان شاء الله نوجههم واحدة التحية كبيرة كبيرة شكرا لكم اغلى متتبعين داخل الوطن وخارج الوطن التحية لجميع المغاربة اللي كي يشاهدونا المتتبعين كاملين هذيك صبح الله انا في الروح ديالي اعزيز علي الحيوانات يعني اعزيز علي الكسيبة اعزيز علي اي حاجة نديرها بحلكة وكان لقى رحة ديالي فيها يعني لماذا كاذا ادخل مثلا عندك الكسيبة وكاذا تتعامل مع الكسيبة بحلكة كاذا تحسبوها الراحة همتي؟ هذك الداخل كي يحس بها عيه علي مجربها احتى الدجاج عوض بحلكة كاذا تحسبو رحة في شكال يعني كتتعامل مع الحيوان تجبرك بعض اللحظة تتعامل مع الحيوان ثم تتعامل مع ابنال تتعامل مع الحيوان بعد الزواج ديالنا بسيمانا وقيلها كانت خمسة عشر يوم سيمانا لا خمسة عشر مالة الراضية ما يجا تكمل العام كانت فاطمة الظهرة تبارك الله يربيك عنا البنيت فاطمة الظهرة كانت واحدة للحلم مزيوم بزاف وكانت اول كبيدة مجربة لي وكانت احسن ومن النوة بالعالم وهو يبقي احسن في مر nuestra اليوم ال�हرت لي فاطمة الظهرة فاطمة الظهرة ازداد معها الرزق فاطمة ازداد معها الخير فاجأة يعطيها بالرزق دياله الحمد لله العوا والنعمة ورب من اللي يرزق يرزق النعمة معها الحمد لله فاطمة خلقت لي بالرزق دياله ودخلت علينا وإضاء الفرحة والبشاشة وشاشة وفضع علينا الخير صراحة كانت دخلت علينا بالباركة وفرحنا بزاف وفاطمة تربت في الرفاهية تزادت علينا بالرفاهية الولادة احنا فلاحة الوالدين فلاحة احنا اتبعناها في الفلاحة تكنوا قرأوا والدينا وخرجوا شيء أساتي ذا ولا شيء ذاكات يرى يعلم الله تحنعوا ترحنا شيء حاجة اتبعناهم ولكن الوالدين فلاحة عاشوا في البلاد تحن نعوذ خرجنا فلاحة ونحن نريد أن نقرأ وليداتنا نطلب الله يخرجونا من خرمين يكبروا وعودوا صيف طهام يخرجوا يخدموا مرتاحة اي فلاحة عنا في البلاد كنا نخدموا فيها يعني هذه هي المعيشة كان قولوا لهم الانسان يسبق النية النية تكون النية النية هي اهم حاجة والانسان يكون في القلب دياله يعني الانسان ماشي بيستغل كما كان قولوا بيلعب ويضحك عنه هذه رأس النات الحياة هذا رأيها الدوام الانسان أخصو وهم حاجة هي الصبر راح نعرف هذا الوقت هذا الوقت هذا الوقت هذا الوقت رغم ما فيه يمشي الصبر تقدر الرجل يهدر هذا الوقت المرض يهدرون عليه بعشرة يقدر لا يكملوا النار ولكن إلا صبره رأي الحمد لله سيكون سيكون خير إن شاء الله يا ربي المرأة القاروية أتبرك الله عليه لأننا أنظر ما بينهم ومارك أمنا تتبرك كم بينهم ومعهم في الدار أما هنا لدينا النساء كاملين يخرجوا على برّة يخدمون على برّة في الدار هنا كيف يرفع القبّة على الناس يخدمون الداخل ويقربون الدريري وتصبين ويرجبون وعلمون كيف يحصل لدينا رمضهم يخرجوا إلى برّة يفعل اللي لديك إبارة لدم يدعون أن أفلحه في الوقت الصيف تصيف الزراعة مثلاً أي شيء يدعون معه كي يكون تكربل شيء ينقشون شيء ينقشون معه يعني كين المعاناة المرأة القاراوية خاصة تكرم إلى جاء الناس مثلاً جداً في البوادي الناس دل الجبال والله العظيم إذا ما نقول لك رأى كان أعطيهم حتى تحية كبيرة والتحية للمغربية كاملة للنساء المغربية كاملة على رأسنا من فوق وكان حي المرأة المغربية اللي كذا مكافحة على الأولى كذا بغير دعون الزوج دياله كذا عارفة المرأة حرة يعني ما بغاش يدخلها بالعائلة ولا شخص كين شحل من وحدين هي في البلاد ومخصص يضربي حتى الجاجة جاجة مضربي حتى يقولوا جيب البيض مسوق كل شيء مسوق والراجل المسكين فينا يخدم ما كينش خدمة ذا بارتها الخدمة ما بقيتش هنا يا ذاب الفلحة اللي كانت عنه رأى معروفة في العالم كامل ما بقيتش كذا عطي بالنسبة للمرأة البدوية مع المرأة في المدينة فرق كبير فرق كبير المرأة البدوية قد قم بزاف للاعمال شاقة على المرأة في المدينة المرأة البدوية قد عرف بزاف كد عرف الأشغال ديال المدينة وحتى البادية احنا مثلا نقول لك على رأسي أنا انه بعد مدينة وبدية فسي نحصل لدينا أيضا بديئة فإذا نأخذ لدينا شيء يبدو أن يجب لدينا الحمد لله الحمد لله يعني أصدقنا ما سيناعين كيف يتعلمون نجلب الحطاب على ظهرنا و أريد أن أتعلم كنت أتعلم كنت أتعلم كنت أتعلم و كنت أعجبني نجلب العواد ونخطوهم فى الفرن, للخطس فى الفرن ونعيشوا أجواء كان عننا الصيف كان صيف على فري ved есть عنا الحمىس كان كلنا نت عامل الحمص كنا نت مشاهدوها أنا وراجلي وقد كان طفلاplain الحميم كانت نمشي عليه الصيف كان هذا عامل مرد relatively dyeندهة قليل معه كلها الفرن كان نمشي معه كل اربعات الصباح في عامين عملت الزراع وليك العدس والفول وكل شيء خلي الوليداته في الدار ونمشي كان نجبره مسكين معه واني كان نجبره في الطار وولاده وعد مرته كان نجي تل وحده ده نهار كان نجبره عمال الغداء انا كان نجي ناكل ونرتاح واحدة اللي حضر في بلاسة يقبل الشراب كما قلت لك المرأة المدينية لم تقضي حيث لا نعاشت هذه الأجواء لكي تقدرها من العقبة لا تقدرها تحياتنا نعاوذ النساء في المدينة عاوذ الله يحسن العوان عاوذ اللي يخدمين في المعامل الله يكون لكم المرأة اللي في الجبال راتبارك الله ياربي كدر شغل الدار كامل وقد خروج دير على بره وقد عاوذ الرجل دياله على بره والأغلبية تجبرهم هكذا خصوصا من الكين الأزمة سوف ننسى هذه البلاد ووكلين الشعر أنا نص من عائلة يأتي من المدينة ولد عاموذ بابة يأتي ويقولوا لا نقدروا على هذه العيش أي واحدة المسافة للداردية كانت تقولوا لا نقدرش نخلف فيها لا نظلكم عايشين هذه العيش كانت تقولوا من الأكس نحنا فرحانين فرحانين والله أنا عاشرت كثير من الناس التي يقدروا على البادية نحسب هذه النساء القراويين والله ما كرا هنا الدولة تشوف من حاله لأن المعيشة صعابة هنا في البلاد ما بقى شيء ذيك المدخول اللي كان عارفوش حال هذي راه ما بقى شيء ما كرا هنا شيء الدولة ولو تدر له معيراتي بشهري ولو كما كان عيه تعاونوا به عيب شوية ولو عيب السوق من السوق للسوق يجبروا باش يسوقوا إلا كنجبروا هنا وحلموا عنه كثيرة كنجبروا بزد العائلة راه الله يكون معنا ومعهم كتجبروا والله ما عندهم يدرهم باش يسوق فاش كيوصل نهار دلاثني لاننا نحن لدينا السوق ثلاثة كيوصل عمر شوية ولكن ثلاثة راه هو السوق الأسبوعي كتجبروا كيوصل نهار دلاثنين صافي السيد كيبدأ يحمق غدا من يعيش بالسوق يمشي يسلف أو هذا وإذا كان يريد أن تسلف راه ما أجبر شيء من من إنه كل شيء محتاج والأخرى عنده ذيكي الججريان رهما قد شيء يقول الاخر الاجتماع مين عن جيبه لهذا كانت من نوم المسؤول من الدولة لديه محراتي بشهري وعلى قد الحال يعني ما كان قولهم ليس يدرون خمسة ألف درهم ولا أربعة ألف درهم ولا هذا شيء المهم يعيش تعاونه بها كيناخر عنده ستة درهم ولا خمسة درهم وكلي عنده أربعة درهم والله يكون معانا ومعا الحلم دينا هو الإنسان أي واحد كي يحلم يدر شيء كما كان قوله يدر على شيء يرجع مثلا يدر تقاعد دياله ويربي ولده في أحسن تربية وأهم حاجة هي يكون العائلة العائلة تكون العائلة كما كان يدروا على العائلة مين يدروا على العائلة تكون العائلة تكون العائلة تكون مجموعة والناس كل شيء فرحان وفيما قلت تضاحك مع رأسك هذه أهم حاجة في الدنيا وكل إنسان هاني مع الدماغ دياله والصحة دياله جيدة ما شيء آخر ما معنا ما ندره فيها أنا الحلم ديالي القري ولداتي وكما قال محمد أنا ربهم أحسن تربية والاحترام والمودة وخصني يقرأوا خصني يقرأوا وهذا الشيء أنا عملته هذه القناة باش أني نخدم على ولداتي ونضل من أجلهم باش نقريهم في أحسن مدارس ويوصلوا باش موقفوا حتى على شيء واحد حيث أنا مجربين على رأسنا ما كملنا القرية ديالنا أنا بدي اتمنيت ولا كملت القرية ديالي نوصل لنكون أستادة ولا نكون دكتورة ولا نكون شيء حاجة هيدة في حياتي يعني كون عمدي مستقبل الحلم ديالي أنا نوصل لولداتي ونطمح لذيك شيء اللي حلم به نطمح له كله ان شاء الله يا ربي باش هاد الشيء خنجبر بزاف ديال الشوك في طريقي ما كهموني شيء ذيك الشوك كان حسبه أنا ولا الزوج ديالي قوة للنحناية ليس الضحف كي يزيدوا يعطوننا واحدة القوة والشجاعة لنضلوا كتر وكتر كان نشكروا فيس برس حجيتوا عندنا مرحبا بكم يا ألف مرحبا كان نعودوا ونرحبوا بكم الله جزيكم بخير كان نشكروا الصحفة كاملين كان نشكروا السلوطة الدينة المغرب كاملين كان نشكرها مصير حتى الكبير المهمة وكان نحيي والمغربة ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن والمغربة ديالنا رهام حرار وراء عزازين علينا وإحنا بلدنا عزيزة علينا والله ينصر صدنا والله يشافه ويعافه وديما الله الوطن الملك فايس بريسكا بغي نشكركم بزف 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 على الاهتمام ديالكم وعلى التوجود ديالكم معنا هنا كنشكركم من القلب وبغيت نوصل الريسالة لكل وحدة اللي كتطمح لشي حاجة رهتها حاجة ممستحيلة في هاد الحياة اللي طمح لشي حاجة ونظلم من الاجل ديالها عيو صلى وكنشكركم من القلب وشكرا للكم والله يعاونكم وصيرة موافقة ان شاء الله يا ربي والله يعاونكم وشكرا من القلب